يبدو بأن الحديث المحتدم حول الهدنة أثر سلبا على مجريات الوضع الميداني في تعز حيث بدأت المدينة يومه الأخير قبل الدخول في فترة سريان وقف إطلاق النار بقصف الميليشيا على العديد من الأحياء السكنية في الجبهتين الغربية والشرقية مدفعية الجيش الوطني من جانبها ردت على مصادر النيران في تبة سفتيل والجعشة لتسجل المدينة يوما جديدا من يوميات الحرب لم يختلف الحال هنا في ريف المحافظة وبالتحديد في جبهة الأقروض فقد تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من استعادة موقعين كان تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع مصادر عسكرية ميدانية قالت إن قوات الجيش استعادت السيطرة على موقع العليوة والنجاد الشرقي إثر مواجهات سقط فيها أربعة قتلى من ميليشيا الحوثي والمخلوع وجرح ثمانية آخرون فيما جرح أحد أفراد الجيش الوطني هي الحرب وحدها من تدور في فلكها المدينة وسكانها المحاصرون منذ أكثر من عام ونصف فلم يجني الأهالي هنا من الهدن السابقة إلا مزيدا من الحرب والقتل وهو ما لا يتمن تكراره في الهدن السادسة